محافظة صلاح الدين ومنطقة المدائن ببغداد تنضم لأول المدن الخالية من الإشعاعات بشكل كامل وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الطاقة الذرية العراقية من ضمن الخطة الوطنية لإزالة التلوث باليران يوم نعلن اليوم رسميا إزالة التلوث في قاعدة بلد وأصبحت محافظة صلاح الديني في هذا الموضوع في موضوع اليورانيوم خالية من الإشعاع العمل تم خلال ما يقارب 45 يوم وكان هناك جهود حقيقة متواصلة جهات الرقابية من مركز الوقاية من الإشعاع وكذلك هيئة السيطرة على المصادر المشعة ويتوقع تطهير جميع المحافظات والمدن العراقية من الإشعاع وبضمنها إقليم كردستان برئاسة التعليم العالي وشراكة الهيئات والوزرات المختصة خلال العام الحالي 2024 نحن متفائلون جدا بالتناسق من عمل الجهات الرقابية والجهة التنفيذية مع الدعم الحكومي اللامتناهي لإنجاز إعراق خالي من التلوث الإشعاعي ووفر وسائل تشخصية ممتازة ووفر إمكانيات علاجية أفضل فكل جانب التقنية حديث ينطوي على الجانب الإيجاب والجانب السلبي وتنفذ الحكومة العراقية الخطط الوطنية لتطهير الأراضي العراقية من اليورانيوم في عشرات المواقع الملوثة بالإشعاع وضمن عدة محافظات بينها البصرة وميسان وذقار وبغداد من بغداد صابرين كاظم العراقية الأخبارية